أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا وشياطين الإنس والجن ليوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غلورا ولو شاء عبك ما فعلوه فذلهم وما يفتلون ولتسوى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مقصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرسون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فاكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم من لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمهتدين وذروا ظاهر الإثم وباطلة إن الذين يكسبون الإثم سيجسعون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحيون إلى أوليائهم ليجادلوكم ليجادلوكم وإن تعطبوهم إن إنكم لمشركون أوبا كان بيتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بآرج منها ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابع مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لم نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم داروا السلام عيد ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنص وقال أولياء من الإنص ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجرنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا أي إلا ما شاء الله إن ربك عليم حكيم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنص ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرون لكم وينذرون لكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغردهم الحياة الدنيا وغردهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء ما يشاء كما أوشاكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآتروا وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم مني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون واجعلوا لله مما ذرى من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم إلى شركائهم ساء ما كانوا يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين اقتتلوا مشركين وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذلهم وما يفتلون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها سيجزيهم بما كانوا يفتلون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن بيتة رفهم فيه شركاء سيجزيهم واسفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفاً بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنعشى جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع اختلفاً أكلوا والزيتون والرمان متشابهاً وغير متشابه كلوا من ثمنه إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمونة وفرشا قلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أسواج من الضعن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأوسيين حرم أم الأوسيين أم اجتملت عليه أرحام الأوسيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البطر اثنين قل آذكرين حرم أم الأوسيين أم اجتملت عليه أرحام الأوسيين أم كوتم شهداء أم كوتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما محرما على طعيم يطعبه إلا أن يكون ميتدا أو دما مسفوحا أو لحم خذير أو لحم خذيري فإنه رجس أو فسقا أهلا لغير الله به أهلا لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عادي فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ذفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت زهورهما إلا ما حملت زهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببعيهم وإنا لصادقون فإن كذبوا كبأوا ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عيدكم من علم فتخرجوا لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرسون قل فلله الحجة البارغة فلو شاء لهداكم مجمعين قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم من لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيب إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتبرق بكم على سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب نوزلناه نباركه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أو تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كما عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن ما أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن وكذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا تأتي يوم الملائكة أو يأتي بعد آيات ربك يوم يأتي بعد آيات ربك لا يغافع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا متظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها إلا مثلها هم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا طيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تسر غازرة وسر أخرى ثم إلى ربكم أرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعل لكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض الدرجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أُوزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتوذر به وذكره للمؤمنين اتبعوا ما أُوزل إليكم من ربكم وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَا قَلِلًا مَا تَذَكَّرُونَ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ نَهْلَتْنَا فَجَاءَ بَاسُنَا بَيَا تَرْنَوْهُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا وَقَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ هُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُسَّنَّ عَلِيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا ظَائِبِينَ والوسن يوميز للحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسلوا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معائش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغنين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطق المستقيم ثم لاتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمالهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال فاخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لهم لأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أوت وزوجك الجنة فكلا من حيث شيتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما بوري عنهما من سوآتهما من سوآتهما وقال ما لهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين إلا أن تكونا ملكين يرتكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغروري فلما زاق الشجرة بدت لهما فلما زاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما لم أنهكما عن تلكما الشجرة وقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال انبتوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أسلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشة ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتلنكم الشيطان كما أخرج بويكم من الجنة يوزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيلوا من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشة أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط واقيم وجوهكم عيد كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هذا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المصرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادي والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا حوى خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ما لم ينزل به سلطانا وأو تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستغرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إنما يأتي أنكم رسل منكم مقسون عليكم ما يأتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها غالدون فمن أظلم ممن ابتروا على الله كذبا لو كذب بآياته أولئك ينالون نصيب من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنى أختها حتى إذا ادركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلانا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلجى الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم بياد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعا أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في سدورهم من رل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونودوا تلكم الجنة ورستموا بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فأل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأزن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يسدون عن سبيل الله ويبغونا عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى العراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفون بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم جمعكم وما كنتم تستكبرون هؤلاء الذين قسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فهؤلاء الذين قسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب ما لأصحاب الجنة أن نفيضوا علينا من الماء يوم ما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتعزوا دينهم لعبا ولهوا وغردتم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون وقد جيناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم ياتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شرف أم من شفعاء فيشفعوا لناه نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسلوا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفتلون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يوشي الليل النهار يطلبه حسيثا والشمس والقمر والنجوم بسقرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وففيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إسلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته كذلك حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأوزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خفث لا يخرج إلا لكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكلون لقد أرسلنا نوحا إلى قومي فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أغاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومي إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو عجبتم أو جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم ليرذركم لتتقوا ولعلكم ترحبون فكذبوا فأوجينا هو الذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عامين إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد النغاهم هدى قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وفلا تتقون قال الملأ الذين كبروا بالقومي إنا لنراك في سفاة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو عجبتم أو جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم ليرذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قال وجهتنا لنعبد الله وحده ونظر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء في أسماء سميتموها أعوتم وأباؤكم ما أعزل الله بها من سلطان فأنتظروا إني معكم من المتظرين فأوجينا هو الذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمودا غاهم صالحا قال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم ما يتاعوا فذروها تأكل في أرض الله في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الأرض تتخذون من سهولها من سهولها قصورا وتمحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال المنأ الذين استقبلوا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم وتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا ما قتوا وعتوا عن أمر ربهم عن أمر ربهم وقولوا يا صالحوتنا بما تعدنا إن كوت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاسمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطن قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شعوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا قالوا أخرجهم من قريتكم إنهم أناس يتطهدون فأوجينا هو أهله إلا أمرأته كانت من الغابلين وأمطرنا عليهم مطلوا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدينة أخرهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأغفوا الكيل والبيزان ولا تبعسوا الناس أشياءهم أشياءهم ولا تفسدوا في العرض بعد إسلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل سرعة توعدون وتسدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم واذكروا 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 إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين آمنوا بالذي أرسلت به آمنوا بالذي أرسلت به